البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات فطن يجيء في وقته المناسب مجارياً للحراك العلمي والتسارع في مجريات الأحداث حول العالم التي تتطلب شخصيات وسطية إيجابية تقبل التعايش والتكيف السوي مع كل ما يدور من حولها إن اكتساب الطلاب والطالبات المهارات الشخصية والاجتماعية يعد مكملاً قوي للمهارات حيث تعد المدرسة البيت الثاني للطالب ومن خلالها يكتسب عدداً من المهارات والسلوكيات ويتعايش فيها مع زملاء من مختلف البيئات فنجد أن كثيراً من الدول المتقدمة تحرص على بناء شخصية الطالب الإيجابي المتصالح مع نفسه وبيئته المحيطة وينادي كثير من علماء التربية والنفس بضرورة التركيز في بناء شخصية الطفل منذ نعومة أظفاره وإكسابه المهارات الاجتماعية والقيم الأخلاقية وبث الوعي الصحي والنفسي والاجتماعي للطالب في المدرسة ما يميز فطن أنه برنامج قائم في أساسياته على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف المستمد سماته من الحديث النبوي الشريف المؤمن كيس فطن الذي يعد ركيزة قوية للبرنامج تضمن له بإذن الله الاستمرارية وفعالية النتائج إذا ما تظافرت جميع جهود القطاعات المعنية وتحقيق التكامل بصورة مرنة وسلسة تحقق أهدافه ترجمة نانسي قنقر